أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر خوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا ومن خلفهم سدًا فهوشيناهم فهم لا يؤمنون وساب عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من ادتمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بهم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قول مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لينا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتقض من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ إني إذا لفي ضلال كبير إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا لي تقوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أوزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خاملون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما شميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض البيتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يألون وجعلنا فيها جهنات من نصير وأعناب وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكشون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار في ذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقونها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا تريتهم في الفنك البشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا طيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما غلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا طيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال نبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا من الأجلاف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا هو وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نص شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكيرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام خولا من رب رحيم وابتازوا اليوم أيها الأجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطر على أخماههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يرسلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكس في الخر أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوب ومنها يأكلون ولهم فيها ملافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن تقولهم إنا نعلم ما يسفرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو فصيل مبين وطرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم